ألف لام بيم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبئ الأمر يخصر الآيات لعلكم بلقاء ربكم تغيرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسع أنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشل إلى النهار إن في ذلك لآيات القوم يتفكرون وفي الأرض قطع تجاورات وجلات من أعناب وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات القوم يعتنون وإن تعجب فعجبا قبرهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحساد وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد عطاب ويقول الذين كفروا لولا منزل عليهم آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم خيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما من أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وعن هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمله والملائكة من خيفته ويرسر الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصد كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالقدور والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستغي النعمى والبصير أو هل تستغي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبدا رابيا وبما يوقدون عليه في النار بتغاء حمية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيظهر جفا وأما ما ينفع الناس فينقث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفت ذوره أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومقوار جهنم وبوسم بهاد أفمن يعلم أن ما منزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر ولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينبدون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأسواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فنعمه بدار والذين ينقدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار الله ينسد الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا ظنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا أعبروا الصالحات طوبى لهم وحسن مناب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاع ولو أن قرآن صيرت به الجبال أو قدعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيرهم بما صنعوا قارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يفلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذهم فكيف كان عقاب أفمن هو طائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يطل لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله في الواق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها المنهار أكلها دائم وذلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما منزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا مشرك به إليه أدعو وإليه مآبا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله لا يشاء ويثبت وعنده هم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نترفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد أكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عظب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب